للمزيد ينضم إلينا مراسلاء الغد من القامش لشمال السورية نازا سيد ومن الصنبول علام صبيحات أبدأ معك نازا آخر التطورات فيما يتعلق بالوضع على الأرض في شمال السورية كيف يبدو؟ نعم بداية فورا الأعلان التركي ببدء واجتياح شرق الفرات توجهت قوات سوريا الديمقراطية بكامل عتادها وأسلحتها إلى كامل الشريط الحدودي أيضا القوات الخاصة التي كانت تقوم بحراسة السجناء تنظيم داعش توجهوا إلى النقاط المحاذية للدولة التركية على كامل الشريط الحدودي استعدادا لصد الهجوم التركي المتوقع ولا السيمة على مدينة طل أبيض ورأس العين طبعا التهديدات التركية ليست بجديدة ولكن هذه المرة حشدت قوات واستعدادات عسكرية ومعدات عسكرية كبيرة إلى الحدود المحاذية لمدينة طل أبيض السورية طبعا أيضا وصلت البارحة معدات وأسلحة عسكرية كبيرة إلى قوات سوريا الديمقراطية مقدمة من قبل التحالف الدولي يعني بالتزامن مع القرار الأمريكي بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من عدد من النقاط المحاذية للدولة التركية وصلت إلى قوات سوريا الديمقراطية معدات إلى هذه المناطق يعني عبر هذا الطريق وصل إلى قوات سوريا الديمقراطية المعدات يعني الوضع هنا في الشمال السوري لا يزال الغموض هو سيد المشهد هنا هناك العديد من السيناريوهات التي يراها المحللون هنا طبعا قوات سوريا الديمقراطية أكدت ولسيما القائد العام أكد بأنهم مستعدون لصد الهجوم التركي وبأنهم سيجعلون كامل الشريط الحدودي يشهد معركة كبيرة قد تؤدي إلى هلاك المنطقتين في حال لشأن تركي أي هجوم على أي نقطة في مناطق شرق الفرات طبعا أيضا من جهة أخرى القائد العام أكد بأنهم بصدد إنشاء أو فتح خط آخر مع الحكومة السورية لمواجهة الخطر التركي الجدي على مناطق شرق الفرات إذن كانت هذه الصورة مع نازل سيد من شمال شرق سوريا أذهب إلى أسطنبول مع علام صبيحات يعني علام آخر ما صدر عن الجانب التركي فيما يتعلق بشأن العملية ما هو كانت هناك بيانات صدرت اليوم من وزارة الخارجية التركية قبل قليل وقبل ذلك كان قد صرح نائب الرئيس التركي فؤاد أكتاي عن هذا الموضوع فؤاد أكتاي قال إن تركيا مصممة هم طبعا يكررون نفس العبارات ونفس الجمال ونفس التبريرات لهذه العملية العسكرية قال مرة أخرى إن تركيا مصممة على تنفيذ هذه العملية العسكرية من أجل حماية بين قوسين أمنها القومي من خطر الجماعات أو المنظمات الإرهابية على الطرف الآخر من الحدود وهم يتحدثون عن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وجناحه المسلح قوات وحدات حماية الشعب الكردية قبل ذلك أيضا كررت وزارة الخارجية التركية في بيان لها بأنها مصممة تماما على تنفيذ هذه العملية العسكرية وأنها أيضا لحماية الأمن القومي التركي ولصد التهديدات كما تسميها أنقرة للأمن القومي التركي وللحدود التركية السورية ومن طرف آخر من أجل عودة أو تأمين عودة عدد كبير من اللاجئين السوريين كما تقول أنقرة إلى هذه المنطقة الآمنة التي تصر أنقرة حتى الآن على تنفيذها في ساعات الصباح الأولى كان هناك أيان محتضب من وزارة الدفاع التركية أعلن فيه الجهازية الكاملة للجيش التركي وقال إنهم الآن باتوا مستعدين تماما لتنفيذ هذه العملية العسكرية وأنهم باتوا بانتظار شارة البداية أو القرار من الجانب السياسي من أجل إطلاق هذه العملية بالتزامن مع ذلك هناك استعدادات عسكرية أيضا إضافية وصلت إلى المنطقة الحدودية وتحديدا إلى المنطقة المقابلة لمدينة تر البيض في الشمال السوري شكرا جزيلا لك على أمس بيحات من الصبول وشكر أيضا موصول نازا سيد من الشمال السورية